نائب وزير الطاقة الأمريكي في لبنان لبحث فرص الطاقة والعمل الحكومي جسد روت قسطون تبرز زيارة نائب وزير الطاقة الأمريكي فرانسيس فانن إلى لبنان وتحديدا إلى دير عمار المنشأة اللي بتم تطويره وتحديثه من قبل شركة برايم ساوث الأمريكية بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة الكهرباء وإطلاق دورة الترخيص الثاني للتنقيب عن النفط والغاز بإشارة لعودة الاهتمام الأمريكي اقتصاديا بلبنان بظل فرص واعدة ورغم التوجه الأمريكي لتشديد العقوبات على حزب الله أنا أبداً أن أحضر إلى هنا في لبنان لديه أول عبادة وبنان لديه امترض لديه أموالي نحن هنا في هذا المنشأي عرض جداً جداً جدًا أحضر إلى نشأ المنشأة والعبادة تطوير لتحديد وحضر إلى حياتي وإنفع إلى تحديد الحياة والمتراضة تشوناك تعالى لنجاية المنشأة التي يحتاج للتنفيذ والاقبات التي يحتاجون للتنفيذ ولكن هناك أيضاً في الخارج في termزل والغاية المترجمات لدينا المترجمات في المكان دوح العربة المترجمات في العربة القابلة هي النتوات الجدول على الدوحة المترجمات في الفترة العربة المترجمات في القناة نتعرف جميع الارتفisan في القناة حزبو الله هنا ويقصد رائعها جودة ترجمة التراثنة من أجل المترجمات في المنطقة أعتقد أن هذا سيكون ل���تساقط إلى الشقة الاقتصادية ينظر الجانب الأمريكي إلى تطوير عمل الحكومي ليصبح أكثر شفافية وأكثر انفتاح وبانضباط أكبر هو الاهتمام باستقرار لبنان ودعم المرحلة المقبلة من تطويره وإلى السادر يضاف اليوم الجانب الأمريكي ترجمة نانسي قنقر